قالاتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترونني إيءوا في الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تاتوني بي فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتياني جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلوا إلى أهلهم إذا انقلوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع مننا الكيل فأرسل معنا فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردة إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردة إلينا ونمير أهلنا ونحفظ وخانا ونزداد كيل بعير ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى ترتون موثقا من الله لتاتنني به إلا أن يحاق بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس عقوب قضاها وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسفا وإليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتيس فلا تبتيس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخي ثم أذن مؤذن ثم أذن مؤذن الآية والعير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأن به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه ما وجد في رحلي فهو جزاؤك كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كذلك كذنال يوسف كذلك كذنال يوسف ما كان ليأخذ أخاه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرقا كله من قبل فاسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فاخد فاخد أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ومن قبل ما فردتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعيو التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن ياتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتو تذكر يوسف حتى تكون حربا حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأسوا من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لنت يوسف قالان يوسف وهذا أخيه قد من الله علينا قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه ألقاه على وجهه إفرتد بصيرا قال لما قل لكم قال لما قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف فآوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورقى أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني وعلمتني من تأويل الأحادي فاطر السماوات والأرض فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء غيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين وكين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تاتيهم غاشية من عذاب الله أو تاتيهم الساعة بغتة أو تاتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا فينظروا كيف كان عاقبة هم حالة يقولون هم حالة من قبلك إلا رجالك ومشاركة ومن أهل القبلك إلا رجالا نوحي وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون